طيب هنروح لكرة السلة لا خلينا نروح لكرة السلة رجال قبل ما نروح للسيدات مستر أجوستي بوش المدير الفني خلاص أنها استعداداته للبطولة العربية الفريق هيسافر يوم 3 أكتوبر بإذن الله إلى العاصمة الكويتية الكويت والبطولة تنطلق يوم 5 إلى 15 أكتوبر القادم في الكويت طيب الفرقة كانت لعبة بطولة القاهرة وكابتن مستر أجوستي يعني رافع الأحمال التدريبية والبدنية بشكل كبير النهاردة يعني بيرتب لمباراة مستر أجوستي مع اسموح يوم الخميس القادم هتبقى مباراة يشارك فيها فاكوادي اللاعب المحترف المنضم حديثا مخصوصا لبطولة العربية فقط فاكوادي هيلعب معنا بطولة العربية فقط إنما وولتر هوج ضيفنا النهاردة في حلقة النهاردة إن شاء الله هيكون معنا في الستوديو كمان شوية هو مكمل معنا الموسم كله مباراة الاتصالات اللي تصور حضراتكم شايفينها دي شهدت مشاركة وولتر هوج لأول مرة السنة دي مع الأهلي وهب أمين لأول مرة بعد عودته من منتخب مصر طب بطولة الكهرباء اللاعبنا فيها كم ماتش خمسة خمسة أغلبهم تصاعدين على اللاعبنا نادي الكهرباء والسكة الحديد والطيران واليوبيوس والمصير الاتصالات آخر مباراة في ملعب المصير الاتصالات واستطعنا أن احنا نفوز بفرق يمكن 17 أو 18 نقطة يعني أنا حضرت المباراة دي الدنيا كويسة ولكن هو اختبار أيضا كويس ولكن مش الطب طبعا لأنه نادي المصير الاتصالات ما شاركش سبينسر اللاعب المحترف في صفوفه كان قاعد براء لأنه كان لسه جاي من الصفر قابليها بيوم ففضل كابتن سولي المدير الفني اللي لاتصالاته اللي بشاركوش بس كانت تجربة نكحة مش وحشة يعني ولكن بطولة سموحة أو مباراة سموحة اللي جاية هتشاهد إشراك المحترف في صفوف سموحة وأيضا فكوادي من ناحيتنا فإذا دي هتبقى آخر بروفا لحامل اللقب النادي الأهلي طبعا اللي فاز بهذا اللقب للمرة الأولى في تاريخه السنة الماضية في البطولة اللي تلعبت على ملعب برج العرب صارت برج العرب أفكركم كان سيمي فاينال مع الاتحاد السكنداري وستطعنا أن احنا نفوز وصلنا في النهاية إلى الكويت الكويتة على ما أفتكر يا جماعة صح الكويت الكويتة وكان معا اتنين أجانب بشكل كبير جدا مستوام عالي جدا بشكل يعني جيد وكسبنا 78-66 وكانت يعني مباراة شهدت حصول أهاب أمين أو سوري البطولة شهدت حصول أهاب أمين على أفضل لعب عربي في البطولة طبعا الاتحاد العربي كرة السلة بيشهد الحقيقة نشاط جيد لسنوات اللي فاتت بدأ يبقى فيه فكر جيد بدأ يبقى فيه متابعات النهاردة البطولة العربية الكرة السلة بكل المقاييس وبكل المتابعين والنقاد الرياضيين هي أقوى بمراحل من بطولة أفريقيا البسكبول أفريكا اللي يجي لأن كل الفرق العربية والمصرية بتضع يعني استثمارات وضخ يعني لعيبة ومعسكرات النادي الاتحاد سافر سربي عام المعسكر جاب اثنين محترفين زينا بالضبط الجهراء الكويتي على فكرة وحاجة كويسة عايزة أقولها لكم أغلب الفرق العربية جات عامات معسكرات هنا يعني الجهراء كان هنا الكويت الكويت على نادي الكويت الكويت لا أهل الأهل الليبي كان هنا لأنه كنت بتصل بأحد اللاعبين النهاردة في نادي الشمس عرفت منه أنه لعبه مباراة بارح مع ضد نادي أهل الأهل الليبي وغالبا توقعته أنه يشارك بطولة عربية وبالفعل هو مشارك بطولة عربية فإذن مصر أصبحت قبلة طبعا الأشقاء العرب مرة أخرى للمبارات الاستعدادية أو المعسكرات الاستعدادية لانطلاق موسم كرة السلة وده نتيجة دوري قوي عندك دوري قوي نجحت أنت تسوأه بشكل جيد بقى متابع عندك ست سبع فرق بتنافس الحق يقال عندنا دوري قوي فده جذب الفرق الأخرى نتيجة من المعسكرات كان زمان احنا بنعمل الفرق بتعمل معسكراتها في لبنان يمكن الظروف والأحداث ويعني هناك في لبنان أثرت شوية على الدوري اللبناني بناءا عليه كل الفرق العربية في كرة السلة بدأت من المعسكراتها الاستعدادية هنا في القاهرة واسكندرية بالطبع طبعا لملاقات الفرق المصري عايزة أقول لكم أن حتى الفرق في ترتيب السابع والتامن زي الاتصالات وفريق اللي هو الاتصالات ومصر التأمين وخلافه كل الفرق دي قوية حتى انت لو تلعب بأسادها مطشط بتلعب على أهل وزمالك بسكت واربعة منت وخمسة منت فإذا هي فرق قوية ويعني تستطيع أنها تلعب بأساد أي أقوى الفرق العربية بكل أريحية نتمنى طبعا التوفيق للفريق فريق نادي الأهل في البطولة العربية القادمة وفكركم البطولة من خمسة لخمستاشر في الكويت والحقيقة هتزوحها أكتر من قناة الحقيقة ويمكن اللي وخدها حصريا هي قناة دبي وده طبعا تم الإعلان عنه ولكن القناة مزاعة أكثر من قناة ويعني جمهور نادي أهل ان شاء الله يستطيع أن يتابعها لبناء طبعا مع الفريق وفكركم تاني الفريق مجموعته الميناء اليمني الغراف القطري الرياضي اللبناني دول مجموعة نادي الأهل وبترتيب المباراة كده الميناء اليمني أول يوم الغراف القطري تاني يوم الرياضي اللبناني تالت يوم كل التوفيق إن شاء الله لفريقنا في البطولة العربية